في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تندس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها أخينا ده بقى شخص انعزالي إنسان أناوي أناني مفيش حاجة بتحركه الدنيا تضرب تقلب من حواليه وهو ولا هنا تحصل حدثة حد يدخل المستشفى خنقة في الشغل حريقة في المخازن وهو مش هنا مش معانا إنسان بارد بارد والله عايش في الملكوت تاني وعلى طول عامل نفسه من بنها لا مش من بنها أنا حاجة عزيدي وتغطى وثبته يا ولحب والله عم دي كانت حديبا نصيبة بس الحمد لله بقى ربنا سطر ومراتي قامت من نوم الفجر لحت المطبخ قبل ما يتحرق باحتين يا أخي وانا مالي والمطبخ والبوتجاز دول كانوا مسؤوليتي ولا شغلتها هي يا الله عجيب والله ومشكلة عب عزيز واللي زيه البردين أعضاء حزب وانا مالي إن البرودة والبلادة وعدم الإحساس بالناس دي بيجي على دمخهم في النهاية لأن كل إنسان بارد بيجي له يوم يحتاج فيه تعاطف الناس معاه البارد يا سادة مهما أخفى مشاعره وبخل بيها على اللي حواليه بيجي له يوم يحتاج يتدفى بالناس بيحتاج حد يطرطب عليه بأزمته يقف جنبه في مشكلته لقدر الله يا زيزو أولا عمر أخوة إلا دي إلا دي بقى وغيتني أول بجد يعني لما هاتف المستشفى أسبوع ومحدش سأل علامة الزملاء والله يزهلك أول أول بجد يعني حزف نفسي إن أترمك لأقول رمي السودة دي ومحدش يسأل فيها زهلك حقيق حقيق والله أخوة شفت بقى يا زيزو شفت أو من أعمالكم صلت عليكم ولما بتقدم السبت بتلاقي الحد والدنيا إيه هاتوخد هات بعطف مشاركة وخد إحساس يا عديم الإحساس والمكهومية لا 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 إيه الغلط ده بس يا راجل ما هو أنت أصلا بتقول الكلام ده عشان متعرفش الناس ما جربتش الندالة اللي أنا شفتها منهم ما جربتش الجهود والمعاملة الوحشة من أقرب الناس ديك وانا يعني بارت كده بمزادي ما قولي شفتوا في حياتي خلاني أمد عن الشر وغنين وخور لا يا زيزو الناس والأهل والصحاب عمرهم ما كانوا شر وأي مشكلة أو أزمة حصلت لك في حياتك ما تخليكش تنعزل وتحط مشاعرك في تلاجة وما بيّناش لحد بالشكل ده مشاعرك دي لازم تعبر عنها للي حواليك يا زيزو دي الناس للناس يا أخويا دي الناس للناس يا زيزو وتديني ودي إيه قديك عني يا ولا إيه أه الله عمر فكرتني لأنا حتى نسيت عيد جوازي لأسبوع اللي فات وطول الأسبوع المدم زعلنا ومش عارف ما أمو صلي مش عارف لي أخي الستات بتعتمي بالشكليات عيات ميلاد وعيات جواز واسبوع ناس فاضي يا الله العظيم بجد كلها شكليات والله عمر أخوي لا مش شكليات عم عزيزي بدون الكلام والمشاعر والتحية والسلام وبدون ما الناس تشارك بعضها في الأحزان والأفراح مش هتبقى عيشة يا أخويا هتبقى الدنيا ساعة وبرد يا زيزو والناس البردة اللي زي ساعاتك دول يروحوا بقى يعيشوا لوحدهم في سيبيريا في القطب الشمالي يا عزيز في القطب الشمالي في سيبيريا مع الدبا بقى عم دي بس كده كل ده عشان كافي خير شري ومش عاوز أحتكي بالناس وبقى دين برد برد يا سيدي أنا ممسوط ببرودي ولا عايز أزور حد ولا حد يزور ولا عايز أعرف من خطب ولا من اتجوز يلا ربنا يهن سعيد بسعيد يا سيدي ومهما تتكلم معاه ومهما تحاول تقنعه وإن الناس لبعضيها وإن الناس للناس وإن خيركم أنفعكم للناس ما فيش فايدة بزمتكم ده تقولوله إيه وتتصرفوا معاه إزاي ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بيتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية نتقابل تاني أسابكم في أمان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني